ولنقاش الأوضاع الصحية في العالم بعد انتشار سلالة المتحورة لفيروس كورونا وفعالية اللقاحات المتداولة في مواجهتها ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة التركية أنقرة المختص في الأمراض الصدرية دكتور أسامة أبو زينة أهلا بكم دكتور أهلا بكم شكرا لكم كيف يفسر تحور الجديد في فيروس كورونا والذي انتشر بسرعة في عدد من الدول الحقيقة أنه يجب أن لا نقفل أن الفيروسات هي عبارة عن كائنات حية قليلة تطور فليس هناك أي آلية لإصلاح الأعطال التي تحدث خلال التكاثر السريع الذي يحدث لهذا الفيروس أي خلايا في خلال تكاثرها فإنها تحدث لها بيت بعض الأعطال والتي تحتاج إلى آلية للإصلاح كما في الخلايا المتطورة أكثر عند الإنسان ففي الكائنات الحية الأقل تطورا فإن عدم وجود هذه الآلية للإصلاح يؤدي إلى تراكم الطفرات واحدة بعد الأخرى والحقيقة أن حدوث الطفرات على هذه الفيروسات هو ليس بالخبر الجديد فالطفرات الأخيرة التي حدثت يقال أنها الطفرة بعد 4500 طفرة حدثت حتى الآن على نفس الفيروس الذي نتحدث عنه ويجب أن لا ننسى أن الفيروس نفسه الجديد هو أصلا كان طفرة كبيرة عن الفيروس سارس الأول الذي حدث في عام 2003 فوجود الطفرات وحدوث الطفرات هو شيء طبيعي جدا في تركيب هذه الفيروسات التي كما ذكرت هي قليلة للتطور وليس لديها أي آليات لإصلاح أي عطل يحدث نتيجة للتكاتر السريع لكن القضية الأساسية هي هنا هي حدوث طفرات كبيرة بحيث لا يستطيع الإنسان أو لا يستطيع جسم الجهاز المناعي في داخل جسم الإنسان من التعرف على هذا الفيروس بعد الآن بحيث يتحول إلى فيروس جديد جدا هل دكتور الماغر على المقاطعة فقط لتوضيح هل نحن أمام الفيروس جديد أم طفرة جديدة في هذا الفيروس؟ نعم حتى الآن نحن لا نتحدث عن فيروس جديد هذه قضية مهمة جدا هناك متابعة دائما لحدوث هذه الطفرات والتركيبات الجينية لجميع الطفرات التي تحدث دائما جميع الدول تقوم بمتابعة التركيب الجيني لهذه الفيروسات التي يتم اكتشافها في داخل الدولة الواحدة وهي طبعا متابعة من قبل منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم لتحديد إذا كان هناك قدوث طفرات جديدة إذا كانت هذه الطفرات في أماكن مهمة جدا في تركيب الفيروس بحيث لا يستطيع الجسم أو جهاز المناعة التعرف عليها بعد حدوث هذه الطفرات أو أنها طفرات تؤدي إلى تغيير قدرة الفيروس سواء قدرته على الفتك أو خطورة إصابته بالمرض على سرعة انتشاره وسرعة تكاثره وعلى سرعة دخوله إلى داخل الخلايا وغير ذلك من الخصائص المختلفة التي تؤثر على تركيب وفعالية الفيروس فهذه كلها تتبع حتى الآن نحن لا نتحدث عن فيروس هذه قضية مهمة والقضية الأساسية أيضا كما ذكرت أنها ليست الطفرة الأولى حتى الآن 4500 طفرة تقريبا تم تحديدها فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد في ظل هذه المستجدات ما مدى فعالية اللقاحات المتوفرة اليوم في الأسواق العالمية الرئيسية أمام التحور الجديد للفيروس نعم هذه هي القضية الأساسية أولا آلية اللقاحات هي مختلفة فيما بينها هناك اللقاحات التي استخدمت التكنولوجيا الجديدة التي تسمى بتكنولوجيا الـ mRNA كاللقاحين الأساسيين المتخدمين الآن واللي هما لقاح بيونتك في الشراكة مع شركة فايزر وموديرنا تخصيصي لهذه اللقاحين لأن هذين اللقاحين قاموا بالتركيز على مجموعة من البروتينات الأساسية في تركيب التاج في فيروس كورونا فاحتمال تغيير تركيب الفيروسات سيؤثر على هذه اللقاحات أكثر من غيرها لأنها تستهدف بروتينات بعينها وفي حال تغيير هذه البروتينات سيتأثر فعالية هذه اللقاحات لكن نحن نعرف أن دراسات شركة بيونتك أثمتت أن اللقاح ما زال فعالا في مواجهة هذه السلاسل الجديدة خاصة إذا عرفنا أن اختيار البروتين أو اختيار الجزء من الفيروس الذي سيتم شمله في اللقاح هو عادة جزء أساسي من تركيب الفيروس لا يتوقع تعرضه للتغير هذه قضية التفرة هي قضية أساسية في تركيب الفيروس هي لا يخفى على المجتمع العلمي أن هذا الفيروس سيتعرض إلى تغيير وإلى تفرات وغيرها هناك تكنولوجيا أخرى مختلفة في استخدام اللقاحات كما في لقاحات التي عرفت باللقاحات الصينية هو لقاح شركة سينوفارم وغيرها من اللقاحات الأخرى التي أنتجت لقاحات باستخدام الفيروس كله ككل الفيروس كله استخدمه بشكل ميت لإنتاج اللقاحات فتأثر هذه اللقاحات بالسلاسل الجديدة يتوقع أن يكون أبطأ من غيره من اللقاحات التي استهدفت مواقع معينة أو بروتينات معينة بعينها طبعا ليس فقط التكنولوجيا الجديدة هناك مجموعة من الفيروسات ومجموعة من اللقاحات الأخرى التي استهدفت بروتينات بحد عينها في هذه المرة والقضية الأساسية أنه قدرتنا على تحديد الطفرة تعني أننا في مقدرة على إنتاج لقاحات جديدة تستهدف الطفرة الجديدة في هذا السياح بالحديث عن هذه البحوث المستقبلية ومع وصول لجنة تحقيقة تابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان أول بؤرة ظهور للفيروس قبل عام إلى أي مدى تتوقع أن هذه اللجنة ستكشف عن نتائج فعالة جينيا لمواجهة الوباء مستقبلا هذه قضية أخرى حقيقة هي قضية جزء منها سياسي لا نتحدث عن جانب العلمي أكيد نعم نعم هل ما زلت معنا دكتور؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع دكتور أسامة أبو زينة وهو المختص في الأمراض الصدرية كان معنا عبر سكايب من العاصمة التركية أنقرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر